الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم يواجه خطر التعرض للتخلف عن سداد ديون الحكومية ما دفع البلاد إلى إعلان اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحقة بينما تتفاقم الأزمة يشعر كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن بالقلق في ظل تأخر نقاشات بشأن رفع سقف الدينة حيث حذرت وزيرة الخزانة جانيت ييلن من أزمة دستورية لها عواقب على الأسواق المالية وأسعار الفائدة ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد عبر إمرار تشريع في الكونغرس يوقعه الرئيس ليصبح قانونا يتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على رئيس الديمقراطي جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حد الاقتراض الوطنية لكن ييلن أصرت على أن العبء لا يزال يقع على المشرعين الأمريكيين وفي أواخر أبريل صوت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الذين يستعدون لمواجهة مع بايدن لرفع حد الاقتراض ولكن فقط مع تخفضات جذرية لكبح ما يره الحزب إنفاقا مفرطا ولكن بايدن يرفض حتى الآن التفاوض مشيرا إلى أن صقف الدين قد رفع عشرات المرات على مر السنين بما في ذلك في عهد رئيس السابق دونالد ترامب ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسة هذا المأزق سيؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث أول تخلف عن السداد في الولايات المتحدة مع تداعيات عميقة على البلاد والاقتصادات العالمية حيث ستهتز الأسواق وسترتفع أسعار الفائدة بشكل دائم ما سيؤدي إلى إحجام الأسري والشركات عن الإنفاق وسط صيناريوهات مرعبة وتحديات جمّة لكل دول العالم وخاصة لاقتصادات الهشة والدول الفقيرة اشتركوا في القناة